غريبية المحقن او لمبوت بسم الله ما شاء الله شاهدوا كيفاهم زينة مزاركشة وكأنها نوارة بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم عن أبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ ابو ساجل العنابي اليوم مشترك موصفة الغريبية ذوفر فم غريبية المحقن او لمبوت للجيء والأروه تشوفوها تقولوا قرنونة وتقولوا نوارة وتقولوا زهرة يعني جات وكأنها هارم بسم الله ما شاء الله غريبية فيها إلا تتمو كونات فقط فقط وجيكم أروها أحبائي كما نعرف تقول في أي وصفة فيها مقادير وفيها كيف التحضير نروحوا شوف بعضنا كيف التحضير والمقادير نروحوا نشوفوا يلا روحوا نشوفوا يلا روحوا هنا فقط لدخل او مر قناتي وعجبوا الفيديو نقولوا روح اشترك في القناة لا تنسوني بالعجاب نروحوا الان انا هنا عندي ارطل تعسمن انتم بيمكانكم تعملوا مارغارين وانا اعملت خمسمية غرام تاسمن حكمت تحطه في كسرنا ادوبته كما شفتوا هنا هكذا نبقى ندوب فيه ومعد راح نحيه فوق النار نحطه على جانب ونرجعه للعلبة تاعه نخليه تسفى شوية ونرجعه للعلبة تاعه هكذا نجيب العلبة هديك تها خمسمية غرام نرجع اسمن تاعه نخليه يعاود يجمد مرة اخرى وبإمكانكم مادوبوش ولكن الطريقة هادي تعطينا ضوقة غريبية بسم الله ما شاء الله هنا بعد مجمد اسمن تاعي ونحطه فيرسيبيون هكذا نحط العلبة كاملة دات خمسمية غرام نحطها فيرسيبيون هكذا او في قسعة او اي ايناء اللي يكون عنكم في البيت فقط نجيب هنا كيلة لعصكر نعم سيكو جلاس ولكن النقص منه زوج اصابة كيلة هديك النقص منها زوج اصابة نجيب الصفاية تاعي ان غربة للصكر هادا ونهويها ملح بعد راح نضيف رشة ملح هذا ما كان في الغريبية يعني ما نحطه خميرة ما نحطه زيت غريبية تقليدية هاديه مكوناتها نجيب الباتار والباتار يكون احسن مضرب هنا حوالي ربعة خمسة دقائق حتى تتجنس كل مع بعض وتصبح هادي الزبدة كريمي هكذا كما شفتوه وطبياد نوعا ما بعد راح نضيفه الفارينة تاعينا الفارينة هي الطحين هكذا انا هنا ضربتها حوالي خمسة دقائق او ربعة دقائق حتى شفتها بياضة ملح منحية الباتار تاعي ومنحية الفوية تاعي وجبت صفاية وبديت نحط الفارينة حطينا الكاس الأول نغربها ملح ورح نحط الكاس الثاني بإمكانكم منتم تعملوا نصف الكمية نصر طل تاع مارغارين وتنقصوا في كلش هكذا نجيب السباتيل قبل ما ندخل يدي ونبدأ نجمع في العجينة تاعي هنا رايبينة تريا وبينة راح نزيدها الفارينة الفارينة كما نعرف اكل كاين فارينة تشرب والفارينة ما تشربش هكذا بش نعملوا احتياطنا ونعرفوا باللي ما هويش فارينة كلكي بعض لازم اذا انا حطيت خمسة ممكن تم تحطوا اربعة نصف جبت كاس الثالث كاس الرابع نحط منه شوية هكذا بعدها نكملوا اكيد نغرب الهم ونعاود ندخل هذه الفارينة الكاملة ولما عجينتي هنا لازم نتحصل الى عجينة تكون تريا ما تكون شابسة والدباك متيبسوها والدباك متيبسوها هنا تكون تريا ونخلطها مليح نحرك مليح بعد نحي سباتيل تاعي ونبدأ ان نخلط بيدي نحن نضيف كمية من المطبقات هم ربعة كوس الان حطينا تثارينة ونبقى ونجمعو فيها هكذا ونلموها مليح كما قلت لكم حتى ان تحصلوا لعجينة تكون تريا نجيب الكاس الخامس وتصب منه بشوية هنا اصبروا عليها فقط صبوا بشوية وخلطوا بشوية وخلطوا لا تسرعوش انا سنضيف الكاس الخامس اكيد ونضيف الكاس السادس انا ضفت الكاس الخامس كامل ونبعد ضفت الكاس الاخر للسادس وجمعت عجينتي وتحصلت لعجينة كانت تريا هكذا انا هنا تضفت 6 كوس لاني بعد الكاميرا نضيف الكاس الخامس ونضيف الكاس الخامس ونضيفها بالعملية هذه بكف اليد فقط حوالي دقيقة ثقتين لا نكترش عليها ونضيف كيس بلاستيكي ونضيف الكيس بلاستيكي او في بابي فيلم ونغلق عليها مليح ونبدأ نخدم بها شوفوا عجينتي رايترية نضيف الكاس الخامس ا Thom пос ونبدأ نضيف الكاس الخامس نأتي هكذا نضيف الكاس الخامس ونضيف الكاس الخامس اننا نضيف الكاس الخامس ون perdى ونبدأ نعمل الكاس الخامس السورة سيطر انا ونجل الله نش調 نتعلم ونضيف الكاس الخامس أح hein في هذه الغريبة نعمل على شكل اهرام ستكون مثل القرنونة صدقوني الضوق وبن روعة انا شوفوا تحب استعمل الغريبة باسمن كين يحب المارغارين يقدر يعملها بالمارغارين عادي ولكن الغريبة لها باسمن كنا زمانا نعمل الغريبتين الا باسمن كين بعض الخيوات كانوا يسمن مجالي اذا اعتقدوا التعامل بالمارغارين نشكلها كاملة هكذا كما شفتوا هذا المحقن عجبني مليح احنا نقوله المحقن ونقوله الغريبة في عنابة نقوله الغريبة تقريب كل الجهات يقوله الغريبية اما الشرق تقريب يقوله الغريبة شوفوا نشكلها هكذا ومن بعد نجيب الكوكاو بها بخشوره ونشقه من فوق كي نرشق الكوكاو ونضغط الضغط الملاحة شوية هديك رح يتعدلوا معنا بكوكي بعضهم والليو يعني نفس الحجم شوفوا شوفوا بسم الله ما شاء الله حتى اللي تكون عالية شوية نهبطوها بشوية نهبطوها بالاصبع شوية بالكوكاو هداك نشقوا في الكوكاو كما هدي شوفوا جاءوا على حجم واحد بسم الله ما شاء الله اندخلهم للفرن على مية وسبعين درجة مئاوية انطيبهم ملتحت فقط ما طيبهم شوفوا ملتحت فقط حتى يبدوا يحمروا الجوانب شوية واليوضوري ونخرجها لان الغريبية تكون ضيدة شوفوا يا جمالو يا جمالو شوفوا بسم الله ما شاء الله شوفوا روعة 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 صدقوني غريبية ضوقة وبنة وزينة باهية بارشة بارشة هنا سنتدخلها للفرن على مية وسبعين درجة مئاوية كما قلت لكم طيب هنا الا من الاسفل فقط انتم تحبوا تعطوها تحميرها شوية من فوق مش مشكلة هنا بعد ما طابت خرجناها هكذا وانا تحصلت هنا على ثلاثة وثمانين حبة تحصلت على ثلاثة وثمانين كعبة تغريبة جات في القمة جات روعة 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 حبائي اعتقدوا تجربوها تلعيد هذا واحتصل الحكم انا عندي وصفات الغريبة في القناة بتاعي عملت تن مقروض هديك عملت ليبول هديك عملت يعني عدة وصفات ناجحين وحتى لمشاهدتيها مطالعين بسم الله ما شاء الله ليجربها تعجبوا هكذا احبائي كملت الغريبة تاعي معكم ان شاء الله تعجبك ان شاء الله ولي تخل اول مرة للقناة وعجبة القناة وعجبه ابو ساجد يقدر يشترك لقناتي ويفعل الزل جرس على الكل حتى يأتيه كل جديد شوفوا يجمع كيتشتركوا في القناة روحوا فعلوا الزل جرس وديروه على الكل باش اي وصفة نحطها تلحقك هكذا احبائي ما بقى الى نقولكم ربي حفظكم ان شاء الله ويبارك فيكم ويعطيكم ربي ان شاء الله ويرضع عليكم اني احبكم في الله وربي يتبتكم ان شاء الله وربي تقبل مننا الصيام والصلاة والقيام والذكر الله عز وجل لا تنسوا اخوانكم دائما نذكركم دعا لاخوانكم في غزة غزة العزة ربي يصرها ما شاء الله وقلكم اه تهلوا في الواحكم نقصموا هذه الحبة ستشوفوها كيفها تريع وكيفها تجي بسم الله ما شاء الله تجي الدوب الفم شوفو هنا نهار الولا راح تجيكم شوية مقرمش ومبعد كدبات خلاص الدوب الفم شوفو شوفو تحت طيبة شوية دورية تحت ما هيش بزاف شوفو الدوب دوباء اذا انا حبائي لا تنسونا بأي لبس الاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا